عشان نعرف المزايا اللي بيدمها القانون الجديد وإيه هي الخطوات اللي بيتم بيها تسجيل الملكية معنا على التليفون الدكتور جمال يأوت رئيس مصلحة الشهر العقاري سبع الخير على حضرتك يا فاندي صبع الخير على حضرتك وصبع الخير على أستاذ البشرحين وقرام صبع الخير يا مصر صبع الخير أهلا بحضرتك يعني مبارح كان اليوم الأول للتطبيق أهلا بيك يا فاندي unwارح كان اليوم الأول للتطبيق يعني حابين نتكلم مع حضرتك عن رصد حالة تفاعل المواطنين مع التعادلات وهل فيه إقبال ولا لا يا فندم احنا بدأنا تنفيذ أحكام القانون 9 من سنة 22 يوم السبت ان شاء الله رب العالمين الماضي بدأت تعاليات تنفيذ القانون وبدأت توافض أستاذ المواطنين على شراع العديد من النماذج اللي بتناسب الحالات الواقعية اللي بتناسب لكل نموذج على حدة وبالفعل يوم السبت كان فيه إقبال من أستاذ المواطنين عزين يعرفوا إيه هي النماذج وإيه هي التأديم وإيه هي المراحل كل ده توافض أستاذ المواطنين على مأموريات الشهر لعدد على مستوى الجمهورية 213 مأمورية وتم تكريف أستاذ وفلاء الوزارة في المحافظات وأستاذ أمناء المكاتب وأستاذ الأمناء المساعدين في المحافظات بالانتشار في كل مأموريات الشهر لمتابعة الإجراءات ده أول حاجة اثنين استبال استاذ المواطنين لحسبهم على التسجيل ثلاثة لتفصيل المعاملة وتفصيل الإجراءات وشرح كل حالة على حدة استاذ المواطنين في المحافظات وبالفعل كان فيه إقبال غير يوم السبت النسبة بدأ يتزيد والأعداد بدأ يستنتشر في المحافظات وبدأ يسمى تطبيع نمازج بعدد أكثر من يوم السبت لذلك كل يوم أنا بلاقي فيه تطبيع الخالون بلاقي فيه إقبال يفوق اليوم السابق بمراحل كبيرة جدا أحنا نقارضة برضو بنتابع مموريات الشهر هنا في الفاهرة وكل المحافظات كل الأجهزة الإشرافية باتتباحها وبيصل في النهاية اليوم خائرير رسمي من كل محافظة يوضح عدد النمازج التي تم تحها عدد المشاكل الموجودة وبنلاقي نسبة عافية مشاكل ولكن هذه النسبة لا تمثل شيء بالنسبة للإقبال وتنزيع النمازج عظيم إحنا فيه تفاصيل كتير جدا نازل نتكلم فيها مع حضرتك يعني المواطن اللي هيروح يسجل إيه الأوراق المطلوبة المواطن هيستفيد إيه طيب لو ما سجلش إيه إيه هيحصل لكن عايزين في البداية نتكلم عن النقطة كانت غاية في الأهمية ما فيش شك أنه القانون القديم كان فيه بعض التعقيدات في مسألة سلسال الملكية والناس ما كانتش تبقى قادرة تجيب الورق بتاع سلسال الملكية فإزاي قدرنا نتجاوز هذا الأمر في القانون الجديد شوف أنت سعادتك ذكرت أب حمد ديه وقلت أن القانون القديم كان فيه بعض المشكلات وبعض التعقيدة هو أنا ممكن أتحفظ بسعادتك على هذا الأرض هو كان القانون القديم مليئ مش بعض ده مليئ ببعض المعقدات اللي كان جعلت عزوك كامل من سلسال المواطنين على التزليل مدة التزليل كانت سنة وسنة ثين ودي أقل مدة تزليل على مستوى العالم بحثنا وقسم التشريع وقضاع التشريع ودورة العدلة اصطلع على كافة التشريعات الدولية لم نجد قانون نقل ملكية عقرية في كافة دول العالم يفتح بنقل الملكية في خلال سنة وسنة ثين بحثنا في كل القوانين الدولية والعالمية عشان يشوف طول مدة إجراءات التزليل يشوفها بهذه المدة وتقرار نفس الإجراءات وارتباط القوانين بالنقل الملكية في كافة دول العالم بقوانين أخرى وبجهات أخرى من إلاش ده موجود إلا في مصر موجود في مصر إليه يا فنديم الموجود في مصر لأن القانون مية وربعة فرشة سنة ستة وربعين عندما قلش اه سنة ستة وربعين يعهد الملك فاروق ما كانش فيه قوانين نقل ملكية في أغلب دول العالم فكان القانون ده لما توضع وتم تعديل هذا القانون وتم تصوير قانون شراء أطواري كان بيعالج فترة زمنية معينة اللي هي فترة ستة وربعين وهو حتما في البولة عدد صغير من المعاملات عدد صغير إنما إحنا دلوقتي كل قوانين الدول العالم بدأت تتصور كل قوانين العالم بدأت تتحدث فيما عدا القانون شراء أطواري في جمهورية مصر العربية لم يأتي على مصر لا ملك من سنة سنة وربعين ولا رئيس كافحن هذا القانون بمساعد إلا في هذا الوضع وفي هذا الزمن لأن هذا المشروع لما سم التواجه به هو مشروع قوم بتأثير إجراءات تسجيل نقل الملكية العطرية وهذا المشروع كبنة السياسية وعلى رأساته خمسة سيئة الرئيس بل بتحرص على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون مع كارتة وزراء الدول يعني نقول إن المشروع ده مشروع حاومي مش مشروع وزراء في العجل ولا مشروع وزراء التصلات ولا تخصيص لا ده هو مشروع خاومي بشكل كارتة الوزراء بإنجاح هذه البنية المعلوماتية كلها وبالفاعل الجديد في هذا المشروع اللي الناس كلها هشوقوا أمام عيونها وهو تحويل جميع العطرات الغير متهجلة في جمهورية مصر العربية إلى عطرات متهجلة أو ببساطة جميع العطرات اللي موجودة فيها قبل للتزمين ولكن قبلية للتزمين بتشترك إجراءات معينة وبالفعل دي اللي فاطة نسيليها والإجراء السياسية ودي اللي واجهة السياسية وراعة عجل المشروع والإجراء السياسية هذا التكاثر وهذا التكامل ما بين الخارج السياسية وما بين مجلس الوزراء وما بين الهجراء أدى بنا إلى مشروع أزال جميع المشكلات اللي كانت قابل في السادة الماضية وبالفعل اتعاملت نماذج معينة لكل حالة على حدث لعدد 16 نموذج هذه النماذج شرحت شرح وافي لكل حالة على حدث يبقى ما لدي عفض بيئة جداي ومستند عرفه يؤيد خياسه للمكان خمس سنين هننقله الملكية وتشغطرات هننقل الملكية تبقى أنا عندي خياسة خادئة مستطرة بحسنية لمدة خمس سنين ومعاها سنند عرفه عادي بقى جداي هنقل الملكية مش هقوله بقى ايه من اللي باع لك ومش هقوله فين البايع ومش هقوله اي حاجة خلاص حالة وقت دي سنة ده ده هيقن حواد من تبعين في المية من عقرات جمهورية مصر العربية بهذه الطريقة وبهذه النوعية تسالف الملكية مش هبحث تسالف الملكي بقى أنا عضي على أكثر مرحلة من مرحلة اه اشارة عقري وهي عدم اقتراض تسالف الملكية فشرف اساسي تاني حاجة احنا نتصل مع أضاء الرقبة عن إجراءات التسجيل وده تعلم كان توجه من الخيالة التسجيل وكان توجه من الوزراء المعنية ومجدس المواجد واتعادنا في ذلك ان احنا إجراءات تحصيل والضريبة العقرية لها إجراءات ولها جهاتها وإجراءات نقل الملكية والتسجيل لها إجراءاتها وتسجيلها وفصل الضريبة العقرية عن إجراءات التسجيل وعدم الشراءات تسالف الملكية دي نقطة مهمة جدا لأنه كان المالك القديم لو ما كانش سادد الضريبة مفيش انطباط يا فتب عاوش تسجيل تعالى تسجيل الجراءات سهلة الإجراءات بسيطة وتم تحديد سأف زمني بسيط جدا وضع السأف الزمني للإجراءات نقل الملكية وإتمام جميع إجراءات نقل الملكية العقرية 37 يوم 37 يوم من الوقت اللي بتقدم فيه الإجراءات حفظ على العجل مما فيه رفع المساحي وكل حاجة هو بيجيب الرفع المساحي وبيقدم كل أوراق وفيه نموذجه وحسب عليها 37 يوم هي 37 يوم سبع حيار عند حدوث إعتراض وما في إعتراض هيتم نقل الملكية الجديد يا محمد يقولي في الموضوع وهو إمكانية تقديم طلبات الصهر وتسجيل العقرات إكتراضيا وإمكانية طلق معموليات الصهر المختصة لطلبات التسجيل إكتراضيا الخرطية الجديد أو هذا الصهر لا يوجد موضوع في القناة ويواقب الجمهورية جديدة سيد المواطن يصطيع أنه هو إكتراضيا يقدم طلب 200 ما يتقدم في الصلاة القريق لا يمكن فش على المفوز وفش على المعاملة ويقدم طلبه إكتراضيا وبيحضر مرة واحدة إكتراضيا عند التوفيح فقط على العقل النهائي والسلام العادي سيد المواطن في 3-3 يوم إكتراضيا هيقدر يصل على العقل المتجل في زيارة واحدة فقط لمقر كل هذه الإجراءات وكل هذه التسيرات سوف تأتي بنا بالخير إن شاء الله رب العالمين على مصرر الحبيبة ونقدر نقول في تطبيق هذا القانون وداعا لكشف التحديد المساحي وداعا لتسلسل المنفع تشارك أساسي للتسجيل وداعا لمرحلة مقبول الشهر وداعا لمرحلة انتجاب الصلاة وعدد المدة الأيام وداعا نطور الإجراءات وداعا أمام الزحام مأموريات الشهرة سعلا اللي حصل لأننا نعيش عصر زهبي الشهر العصاري في هذه الفترة نعتبت أن نحن محظوظين نحن تفقد عينينا تعدين أحكام هذا القانون وداعا لأننا نقفز على الأرض أكيد يا فندم هل التصالح يعني في المباني شرط أساسي أو للتسجيل في القانون الجديد حقنا صلت ضوابط الضابط الأول العصارات المقامة قبل واثنين ستة اثنين وتسعين ده ما اشتركش أنه هو يقدم أي مستند المستند الذي هو يقدمه يذبب أن المكان ده مقام قبل اثنين ستة وتسعين قبل واحد ستة وتسعين ليا فندم بسبب واحد لأن بالفضول للخلون خلط واشي للسنة التسعين اللي هو لو تستطيع حضره بخلون الزلزال حق الشرط أساسي لقمت المباني وهو قمتها بتسعين فقبل تنين وتسعين هيقدم أي مستند يثبت أن المباني مقامة قبل تنين وتسعين أي مستند يثبت عقاردة مقامة بتسعين طيب بعد تنين وتسعين هيقدم لرخص جميع الوحدات أو جميع العقارات المرخصة هيتم من ألمانتيتها بدون احضر فهادة بعد فصول المخالفات لبقى أنا عندي حالتين ما بطلت في شهادة بعد الفصول المخالفات الشهادة الحالة الأولى وهي العقارات المقامة قبل سوى تسعين وبطلت فصول المخالفات الحالة الثانية العقارات اللي صدرت ولها ترخيل طائم من الدولة في سم نقل ملفيه هذه العقارات وملفيه هذه الوحدات وموجب ترخيل المباني بدون الفصول على شهادة بعد ثانية وليس له رخ في هذا الحال بنطلب شهادة بعدم حصول المخالفات لأننا أتوب هل العقار اللي صدر بعد ثانية بعد ثانية له رخ هل العقار ده تم تصل عليه من عدم هذه الحالة الوحيدة اللي بنطلب شهادة بعدم حصول المخالفات طيب دكتور جمال مبلغ التسجيل قد إيه وهل هو ثابت نمازج تمسك كل حالة على حذر هذه النمازج آآ يعني من ضمن النمازج نمازج رسوم خمسون جنيه نمازج باع وصحة وطعة رسوم خمسون جنيه ولكن أكبر رسم تم وضعه وهي الحالات والعقصية له نمازج واحد اللي هي عدم وجود في السلسل الملكية واللي هي حالة تسجيل أحكام الحالة الوقعية المادية اللي هو نمازج رقم واحد وهي 3,900 جنيه 3,900 جنيه دي بتشفل يا فندق بتشفل الرسوم للملكية ورسوم التصديق ورسوم الإعلان ورسوم الناشرة ورسوم الانتقال ورسوم عمل محاضر وضع وضعه بالطبيعة ومجاسة الرسوم عظيم يعني أعلى قيمة يا دكتور بعد إذنك أعلى قيمة 4,000 جنيه ده بالنسبة لتسجيل العقارات لأسف وقتنا خلص لكن عندنا تفاصيل كتير جدا كنا عايزين نعرفها من حضرتك فلو وقتك يسمح تشرفنا في صباح الخير لمصر في فقرة موسعا نتكلم فيها عن كل تفاصيل القانون بنشكر حضرتك دكتور جمال يأوت رئيس مصلحة الشهر العقاري شكرا جزيلا لك